من اللي مشرفيني ومن واريني في الستوديو؟ معي لارة أحمد، زيك يا لارة؟ زيك معي مصطفى محمود؟ زيك يا مصطفى؟ الحمد لله ومعي طارق أحمد زيك يا طارق؟ زيك عاملين إيه؟ الحمد لله الحمد لله الأول عايز أعرف سؤال كده مهم جداً إحنا هنا كده كلنا في الستوديو مين فينا ما بيغلطش؟ في حد ما بيغلطش؟ كلها بنغلط ايه مصطفى؟ كلنا بنغلط؟ بنغلط عادي صح؟ يعني الغلط دي حاجة موجودة فينا كبني أدمين مفيش بني أدم عمره ما غلط صح؟ طيب لما بتغلط فيه غلط عادي وفيه غلط كبير جداً مش مسموح؟ زي ايه بقى غلط عادي؟ قول لي يا طارق عبدأ بيك انت زي تعمل حاجة وحشة ايه حاجة وحشة تعمل ايه؟ حاجة وحشة دي ممكن تبقى حاجة عادية ممكن تقتل حد زي احنا عايزين الوحش ده نفعل تزعل ماما وبابا؟ تزعل ماما وبابا ده غلط عادي؟ غلط كبير غلط كبير طيب بس بيحصل فاعد بنزعلهم فاعد ايه غلط تاني ممكن يحصل يا مصطفى؟ ان يعني مثلاً ازعل اختي واختي تزعلني فمفروض نتصالح بعض اه يبقى بابا وماما واخوات ايه تاني؟ مثلاً لو في حاجة تكسرت ومش قصدي دي تبقى غلط عادي صح ده غلط عادي ان حاجة انا مش قصدة يبقى الغلط العادي المقبول اللي عادة ما هو غلط احنا مش قصدين احنا مش رايحين عشان نكسر الحاجة احنا تكسرت مننا غصبين عننا احنا بلعب بيها او بلعب جنبها او معدية مش واختبالي فهو قاعدة تكسرت ده غلط عادي طيب هل حصل كلنا بنغلط الغلطات دي؟ هل حصل ان احنا لما بنغلط غلط عادي بنحس ان احنا بنحس بايه؟ بنحس بايه لما تغلط؟ احس كده اللي احنا زعلانين عشان زعلنا ماما وبابا بس بابا وماما هما اللي شغلينك؟ ولا ممكن عشان زعلت مدرستك؟ ممكن عشان زعلت مدرستي او عولت حاجة وحش عشان زعلت صحابك؟ اه لوك مش حصل قبل كده او صحابك زعلوا منك؟ اه فاكر موقف تحكيه لنا؟ فاكر قبل كده كنت افتكر فكر حد فاكر حاجة طيب مصطفى فاكر؟ لا قصة حد فاكر قصة عمل فيها حاجة زعلت صحابه منه؟ اه صحابكم مزعلوش منكو ابدا؟ لا انا زعلت بسامش فاكر قوي طيب حد عمل حاجة زعلت اهليكو منه؟ اه قبل كده ايه ده وقعت حاجة فماما وقعت ايه؟ وقعت بجيب حاجة كده فقعت مني كباية كده قعت باشرب منها وقعت قصرت اه فما ازعقتلي اه اه عملت اه عملنا صح؟ اه طيب وانت يا مصطفى فكر حاجة حصلت في كده بقلت عليها سوري؟ اه كتير طب بتتكسفوا لما تقولوا احنا قاسفين؟ بتحسوا ان... لا لا عادي بتقولوا انتوا قاسفين عادي؟ اه لا اي حد؟ اي حد؟ ولا في ناس ممكن تقولوا لا مش هقولوا انا اي اسف؟ لا اي حد لو غلطنا معايا اه لازم يقولوا اي اسف اه يا لارا لو ردت محد بالساعات ببقى متعصبة بقول مش عايزة بتأسفلي بس باتأسف الاخر اه يعني الوقت العصبية